اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زورها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام الحكماء والنبلاء والعلماء يبحثون جميعا عن تقدم الأمم وتقدم الأمم مرهون بالمثل وكثير من الناس يحتاجون إلى مثل أعلى بل أصحاب علم الاجتماع يقولون بأن الإنسان يحاكي غيره وأنه لابد له من أسوى يأتسي بها من أجل أن يبدع كما أبدع من تقدم أو من سبق كثير لا يتعدى بصره إلى الموضع الذي هو فيه وبعضهم يتعدى البصر إلى من سبقه بقرن أو بقرنين أو بأقل أو بزيادة ونحن نقول أعظم المثل الذي يمكن أن نحتذي به وأعظم الأسوى من نقتدي به أسوتنا جميعا هو سيد البشرية سيد الأولين والآخرين هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والله جعله الذي أمرنا أن نتخذه مثلا أعلى ولأننا نتكلم في الحلقات الماضية وهذه الحلقات أيضا عن جيل فريد الله جل فعلا جعل أسماءه في السماء وجعل لهم مكانات مرتفعة سامية راقية وأن الله جل فعلا مكن لهم من قلوب العباد والبلاد فاعبدوا العباد لرب العباد نشروا دين الله جل فعلا والعدل بين أرجاء المعمورة عاش الناس معهم في وقام في سلام في حرية في كرم في كرامة في سعادة وفي أمان وفي أمن وفي رخاء في مدة وريزة من عمر الزمن نشروا العدلة ونشروا السلام ونشروا الإحسان بين الناس حتى مع الحيوان لأن أدب هذه الشريعة الغراء التي ما تركت شردة ولا وردة ولا شازدة ولا فذة إلا أتت عليها فبينت لنا حسن التعامل حتى مع العجموات قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل كبد رطب أجر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النارة امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض على حين أن امرأة كانت تفعل الفاحشة رأت كلبا بلغ منه العطش مبلغا فذهبت فخلعت موقها إلى ركيا فملأتها ماءا فسقط الكلب فشكر الله لها في رواة فشكر الله الكلب كان شكرا فشكر الله لها فغفر قبل الله منه فغفر الله له فغفر الله له هكذا تعامل أهل الإسلام والعدل لأننا نحتذي بسيد الأولين والآخرين خلقا ونحن نتعرض في هذه الحلقات هذه الحلقات اعتذر نتعرض في هذه الحلقات إلى مسألة من الأهمية بمكان وهي مسألة الكشف عن سمات وصفات هذا الجيل الفريد الذين مكن الله لهم من الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن احتار الناس جميعا في كثير من الأوقات والأبحاث على يعني لما هؤلاء القوم قد تمكنوا تمكنا عظيما في مدة وجيزة من الدنيا بأسرها ولما الناس جميعا تابعوهم ولما دخل الناس في دين الله أفواجها الكلام لأن الله رعلا أدبهم وأحسن تأديبهم ولأن الله اصطفاهم ونقى قلوبهم ولأنهم أخلصوا وصدقوا وتزهدوا في هذه الدنيا ما أرادوا وجهة ما أرادوا سلطانا ما أرادوا مالا ما أرادوا إلا الله جلال فعلها فرفعوا الرائع على أن تكون لله ومكان الله يدوم ويتصل ولا ينقطع ولذلك الفتن انعدمت في هذه القرون الخيرية الأولى حتى بعد ذلك توالت الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضه وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه أيضا وعلاج ذلك تربويا واجتماعيا لكننا الآن نرى المثل الذين نأتسي بهم كلها تشرق شمسهم أو شموسهم تشرق في الرعيل الأول في هذا الجيل أولا سيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ربهم على عينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أدبهم بأدب جم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان القال ولسان الفعال ولسان الحال فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما مدحوا ربنا في كتابه قال إنك لعلى خلق عظيم وهذه من الله عظيمة إنك لعلى خلق عظيم شهادة من الله من رب البرية لسيد البشرية بأنه أحسن الناس خلقها إنك لعلى خلق عظيم ولذلك لما سؤلت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النفس السلام قالت كان خلقه القرآن والمعنى يتأدب بأدبه يقف مع معوعظه وحكمه وأيضا يطبق أحكامه يحفظ حروفه ويعمل بحدوده يتلوه أناء الليل وأناء النهر كان يقوم حتى تتورن قدمه ويراجع في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا هذا نبينا وهذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم ويتجلى لنا في قول أنس رضي الله عنه أرضاه في الصحيح بلأ قال ما مست يدي دباجا ولا حريلا أو خزا ألينا من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال وكان شديد البطش ولذلك قال علي بن أبي طالب كنا في ساحة الوغى إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله رجعنا خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم احتمينا برسول الله قال ما مست يدي دباجا ولا حريلا ولا خزا ألينا من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما اجتممت عطرا ولا طيبا ولا مسكا أطيب من عرق رسول الله بأبي وأمي من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عن خلق النبي قال لا والله ما قال لي لمفعد لشيء أنا فعلته لمفعد وللشيء لم أفعله لي ما لم تفعله هذا هو المثل الأعلى هذا محط أنظار الدنيا بأسرها ولذلك انصب الصحابة على الاقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرعون يتسابقون كيف يكون ممتسلا بفعل النبي بكلام النبي بحال النبي باقتعام النبي بشراب النبي كما سيأتي الاقتساء حتى في مسائل العادة في مسائل العادة حاولوا الاقتساء برسول الله مطابقة لأنه المثل الأعلى ولأن الله رعالى قال أمرا للأمة بأسرها لكم في رسول الله أسوة حسنا قال وما أتاكم الرسول فاخدوا وما ناكم عنه فانتهوا فقال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لمفعلته ولشيء لم تفعله لماذا لم تفعله فقال ذلك مبينا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق حينما تكون المسألة لنفسه مع الخلق فإنه ينظر بعين القدر لا بعين الشر عندنا عينان جميلتان عين القدر وعين الشر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عين القدر عندما تكون المعاملة معه حتى يتسنى له المعاذير وحسن الظن والتعامل برفق ورحمة مع الناس عملا بقوله هو رحم الله الرأي سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وكان يقول بأبي هو وأمي ما كان الرذق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لذلك لما كان يبعث أنس بعثا فيتأخر عليه فكان يقول لو قدر له لفعل لو قدر له لفعل فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله يقول لو قدر له لفعل فغلب عين القدر من أجل أن يتسنى له السماح للآخرين مع نظر إلى معاذير المعاذير التي يعتذر بها أو يعتذر للآخرين بها وأيضا من أزل التماس الأعذار فإنه بالرفق وبالإحسان يتعامل معه أما إذا كان لشرع الله لحق الله للفعل فإنه يدخل الشرع لذلك قالت عائشة ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يجاهد في سبيل الله وأيضا في رؤية قالت من تصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علا لما جاءه أسامة بن زيد يشفع في المرأة المغزومية قد هم قريشا أمر المرأة المغزومية التي سرقت قالوا من يشفع لها عند رسول الله فقالوا حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أسامة يشفع فقال له النبي مغضبا قال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حشاها ثم حشاها لقطعت يدها الغرض المقصود بأنه عندما يأتي حق الله يغلب عين الشرع لتطبيقه لأنه مأمور شرعاً بذلك وهذا فيه فائدتين في الحكمة أن الذي تجاوز الشرع قد يغفر الله له بإقامة الحد له والحدود كفرات وأيضاً بالإنكار عليه يهزبه وهو يرجع ويتراجع ويتوب ويسرع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربه جل في علاه والآخر يظهر صدق العبودية لله بأن يأخذ على هذا الظالم وأن يأمر المعروف هنا على المنكر حتى ولو أتى المنكر على شريب الكؤوس أن يتناصحها وإلا فالإسم إسمان والزنب زنبان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنس كان يقول ما كان يقول لي لشيء أنا فعلته ولما فعلته ولشيء لم تفعله لما لم تفعله يقول لو قدر له لفعل وكان يغلب عين القدر في التعامل بينه وبين الناس في حقه تغليب عين القدر للمعاذير للمسامحة للرفق في حق الله الشرع يغلب لتحقيقه لأن صدق العبودية يتجلى في ذلك وقد قال أنس أيضا في بعض الروات في السنن قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا العنا لأبي هو وأمي حتى أنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن حيوانات لما قالوا القصواء قال ما ليس لها بخلق وأيضا قال لا تسبوا الديك والجمل الذي جاء للمسلام يشتكي قال إن صاحبه فجاء فقال إنه يحكي لي أنك تدئبه وتجيعه يعني لا تطعمه وأنت تحمله فوق طاقته عملا فانظر إلى رحمة الله وسلم حتى بالعجموت وهذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إن رأيت رأيت عجبا رأيت حلما رأيت توضعا رأيت رفقا رأيت إحسانا رأيت برا رأيت جودا رأيت صدقا هذه كانت مجموعة أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الفطنة اللبيبة الأريبة خديدة رضي الله عنه وردها عندما جاء وقال زملوني زملوني دثروني دثروني قالت لا وكان مرعوبا وهو يحكي لا قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا يا لها من امرأة فطنة لبيبة زكية قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم وتغيث الملوف أخلاقيات وهذه شهامة العرب كانت معروفة أخلاقيات راقية سامية عند النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في أفعاله بأبي هو أمي فترى تواضع النبي كانت الجريع حدثة السن تأخذ بأصبع النبي فيمشي معها حيث ما أرادت وهو من هو سيد الأولين والآخرين هو سيد البشرية سيد الإنس والجن سيد الملائكة خير للبشر على الإطلاق كما قال ابن عباس والذي نفس بيدي ما خلق الله ولا برأة ولا ذرأة أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين مع ذلك الجريعة الصغيرة تأخذ بإصباحه وبيدي فيمشي مع حيث شات تأتي المرأة العجوز تطلب الحاجة فيجلس على الدكة لا يمشي حتى يقضي لها حاجته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة كانت تأكل الخضيط في مكة اجلس الرجل مرتعبا أمامه كان مرتعبا أمامه قال اجلس ما أنا إلا رجل كانت أم تأكل الخضيط في شوارع مكة أو في مكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان العربي يأتي بجلافة الأعراب وهو يقول أين محمد والله دعال يحذر من ذلك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فكان يقول أين محمد يقول ها أنا أجبتك ها أنا أجبتك عندك وأنا عندك وقد أجبتك ها أنا زا أجبتك ويجيب عن سؤاله بتواضع الجم ولما جاء الملك من السماء يخيرهم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا يشير إليه جبريب أن تواضع فيختار أن يكون عبدا رسولا ولذلك قال أوحي إليه أوحى الله إليه أن تواضع وكان جوادا كريما كما قال ابن عباس كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة لما سأل الرجل ما سئل إلا أعطى جبه جاءت امرأة وكان يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم غزلتها للرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ولبسها فعجبته عجبت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل فقال له أعطنيها يا رسول الله اكسنيها يا رسول الله الصحابة لامت بهذا الصحابي قالوا أنت تعلم أن رسول الله ما سئل عن شيء إلا أعطاه بأبي وأمي من كرمه وجوده فأعطا إياه فقالوا وتعلم أن النبي يحتاجها ومع ذلك خلعها النبي وأعطاه إياه فقال لهم يجيب حتى لا يظن به سوءا يجيب قال والله ما أخذتها لألبسها بل لأكفن فيها ولذلك كفن فيها رضي الله عنه وارضة لكن شوف حسن خلق النبي ولذلك النبي كانوا يتقصدون الهدية له لأن عيشة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقبل الهدية ويسيب عليه فكانوا يتقصدون الهدية له للإثابة لما سيرجع لهم من الزيادة من إثابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كرمه وكان من كرمه يقبل الهدية لأن الكريم يقبل ولا يرد وعندما يأخذ يعطي بالأضعاف المضاعفة فكان يقول والذي نفس بيدي لو دعوني إلى كراع لأجبت الدعي حتى نو يهودي قد دعاه إلى خبز الشعير وإهالة سنخة يعني من التخزين رائحتها كانت شديدة ومع ذلك ذهب النسلم وأكل هذا من كرمه من كرمه بأبي وأمي ترى رفقا ترى إحسانا لما قام الرجل يصلي ثم عطس فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله وتبادل الكلام فنظر عليه الصحابة مزمجرين فقال ما لهم فضربوا على أفخاذهم فقال إني رأيت القوم يسكتونني فسكت لما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء ماذا قال الرجل قال والله ما كهرني ولا نهرني يعني خير معلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ينصر المظلوم ويأخذ على عد الظالم لما دخل واجد صفية تبكي قال ما يبكيكي قالت إن حفصة قالت إني بنت يهودي أو يهودية بنت يهودي قال وما لها تترفع عليك وإنك لبنت نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي على ما تفخر عليك وهذا ورد عن عائشة وعن حفصة معنا بأنه قال قال نحن أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم بنات عمه ونحن أكرم عليه وهي يهودية فبكت هي يهودية بنت يهودي فبكت طبعا هذا على السابق وهي أسلمت فلها الأجر مرتان لما دخل عليها وعلم أنها تبكي لذلك قال على ما يفخرن عليك أما أنت كان لك أن تقولي أنا ابنة نبي على موسى وهارون عليهما السلام أنا ابنة نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي على ما يفخر أحد على أحد بهذا على ما يفخرن عليك فانظر كيف نصرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأخلاقيات الراقية احنا تكلمنا عن تخصيص فقط بخصوص النبل الذي كان في خلق النبي وخلق الصحابة هذه الحلقات على تعميم أخلاقيات الصحابة المؤثرة في المجتمعات جميعا ولأنهم اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى فعلا أم بأسرها لكي ترتقي لكي تنتهد إنما الأمم الأخلاق يعني باقيت هذه الأخلاق تبقى الأمم وترتقي وترتفع إلى المعالي حصن الأخلاق لا يؤخذ إلا من حصن القدوة وحصن الأسوة قدمنا في علم الاجتماع أن الإنسان يحاكي غيره وأعظم من يمكن أن يؤتسى به هو رسول الله لكن في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله اليوم الآخر تعمير الدنيا وأيضا ثبات الخير في الآخرة يتأتى بالتأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى كما فعل الصحابة فمكن الله له من الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من أحسن الناس خلقا وكان أرفق ما يكون بأصحابي أنظر من رقي الخلق والفعل عندما بعثت زينب رضي الله عنه بصحفة فيها طعام فغارت عائشة فضربت أمام الصحابة كان قبل أن ينزل الحجاب ضربت فكسرت فتبسم النبي أراد أمرين أراد أن يعتزل العائشة وأراد أن تتعارض مكانتها في عيون الصحابة فلا تنزل عن هذه المنزلة نظر إليهم فقال غارت أمكم شوف في أمران بكلمتين فيها الإجاز وفيها الاعتزار للنبلاء قال اتسم النبي حتى يعلم جميع الصحابة أنه ما حمل على عائشة بما فعلت اتسم النبي ثم قال غارت أمكم غارت أمكم وبالتواضع أخذ يلن في الطعام أولا غارت أشار إليهم أن هذا الفعل كان نتجا عن الغيرة والغيرة تغطي العقل ولذلك الإمام مالك قال إذا غارت المرأة قذفت وإذا قذفت لم تحد فاعتذر لعائشة بالغيرة أن الفعل نابع عن الغيرة وهذه البشرية فاعلموا أن كل نبيل قد يقع منه بعض الهفوات غارت ثم قال أمكم تعظيما وتوقيرا لمكانتك يعني لا تنزل عن مكانتها أمام أعيونكم هي أمكم ولها ما لها من النبل ولها ما لها من التوقير والتعظيم فانظر إلى حصن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تأثر الصحابة جميعا بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم فنشروا هذا الجميل من الخلق على جميع الناس ولذلك أسلم كثير من الناس بانتشار العقل وحصن الخلق والإحسان والرفق أكثر إفريقيا دخلت الإسلام بسبب التجارة هل التجارة لتدرهم الدنار؟ لا أخلاقيات التاجر المسلم أخلاقيات الصاحب الجليل كانوا الصحابة يتاجرون وأخلاقياتهم تنتشر رأيت جليل بن عبد الله البجلي هو لما بايع الرسول قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع لولاية الأمور على السمع والطاع والنصح لكل مسلم اشترى فرساً من يهودي بأربعمائة درهم لما ركبه قال يا رجل ماذا تفعل؟ إنه يستحق فوق ذلك كأنه البائع بعدما ركبه وبصره ونظر يعني استبصر طريقه واستبصر قوته ووجده بحراً قال يا رجل إنه يعلو عن ذلك حتى على بالسقف من أربعمائة درهم إلى ثمانمائة درهم لما رجعوه في ذلك قال قد باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع والنصح لكل مسلم خلاص في هذا الباب أخلاقيات راقية فلما كانت التجارة تحمل هذه الأخلاقيات وهم يعملون بقول النبي رحم الله امرأ سمحاً البشاشة والسماح سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا اختضى وأيضاً كلهم يعمل عند الخصومة شوف انظر يستدعي ذلك عند الخصومة كلهم يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان كان النبي إذا اشتد غضبه على أحد قال ما له ما له تربت يمينه لا يسبه يقول ما له ما له تربت يمينه سبحانه سبحان الله هذه الأخلاقيات أثرت فيها الصحابة لذلك كما قلت دخل الناس في الدين الله أفواجاً لمثل هذه الأخلاقيات انظر إلى أبي ذر والتأثر بأخلاقيات النبي والتواضع الجم الذي كان فيه النبي فنضح على أصحابه أبو ذر قابل بلال واشتد الأمر بينهما بشرية هنا البشرية عشان تعلم أنه لابد للإنسان أن يكون له ما له مما يلفت الانتباه إلى البشرية التي قال فيها سيد البرية وهذا وحي من ربنا رب البرية سبحانه وتعالى فعلاء قال لو لم تزنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يزنبون فيستغفرون فغفر لهم وقال كل بن آدم خطاء كل نص في العموم حتى ينزل تحته الأنبياء ينزل تحته الأنبياء كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلذلك البشرية أبو ذر اشتد على بلال قال يا ابن السوداء فلما قال له ذلك سكت عندهم كبير يرجعون إليه لذلك قلنا للناس الأسوة التفوا حول العلماء نجاة الأمة في توق النجاة وتوق النجاة علماء الأمة ليس لكم بحال من الأحوال أن ترتقوا أن تكتب لكم النجاة أن تتمكنوا إلا بالالتفاف حول العلماء لا سبيل إلا ذلك ليس كل إنسان هو رأس أمره ليس كل إنسان هو أمير نفسه وإلا فالنبي قال إن كنتم ثلاثة فأميروا عليكم واحدا لابد من الرجوع للعلماء فهنا بلال أخذ الكلام واغطاظ واشتعط غيظا لكنه له كبير يرجع إليه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى أبا ظر فجاء النبي فقال الأبي ظر أعيرته بأمي أعيرته بأمي أعيرته بأمي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأمي أنك مرؤ فيك جاهلية هذه عادات الجاهلية ليست من أخلاقيات الإسلام والأهل الإسلام أخلاقيات الإسلام وصف الله ربنا العلام أهل الإسلام بأعظم الصفات أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين فقال له إنك مرؤ فيك جاهلية بكى أبو ظر فرجع إلى بلال ثم وضع خده على التراب يا لله أرأيتم التربية؟ أرأيتم المراجعة؟ قد يزل النبيل نعم يزل النبيل لكن عندما يراجع يرجع إذا رجع يرجع وهذا أيضا من تمام نبله فقام أبو ظر فوضع خده على التراب وقال لبلال أن تطأ بقدمك وجهي ولن أقوم إلا أن تفعل ذلك آبى بلال لكن انظر للتواضع يعني يقول له إن كنت عيرتك أنت ابن السوداء أنا وجهي أشرف ما فيه تطأه بقدمك تواضعا فانظر كيف الأخوة في الله وانظر إلى هذه الأخلاقيات عندما أخطأ وأراد أن يرد الخطأ وكيف أن يحسن لمن أخطأ له فوضع خده على التراب وقال ضع قدمك على وجه هذه من هذه الأخلاقيات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق وإن أبغادكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاق فهكذا كانت أخلاقيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى أزواج النبي وأخلاقيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت لما تأدي الصفية إلى عائشة رضي الله عن أرضها تلتمس الخير عندها وتريد إعانته وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون في عون أخيه فتأتي إلى عائشة وتقول أسقلت أنا على رسول الله أغضبت رسول الله فردي عني رسول الله وهذه أخلاقيات هنا ضراير انتبه التفت إن المرأة غار هذه دراتها دراتها لكنها أرادت أن تجعل زوجها يرضى عنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم من أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسي انظر إلى حسن الخلق عند عائشة قالت لها يا عائشة ردي عني رسول الله وليلتي لك هذه مصالحة مصالحة قالت قبلت وسأردي عنك رسول الله هذا من الخلق الحسن فهي تهيأت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ليست ليلتك قالت ذلك فضل الله يتيه ما يشاء وأرضت النبي على حفصة على صفية ردي الله عنها وأرضاه هذه الأخلاقيات التي تربت عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى عائشة وهي تقول بالإنصاف على الممدحة العظيمة قالت عن زينب بالدجحش قالت في حديثة الإفق قالت حماها الورع عندما قالت للنبي أرعى سمع وبصر يا رسول الله زوجتك أهلك والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير شوف عائشة ماذا تقول تقول وزينب التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بفضلها واعترافا بمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الجود والكرم طرح الصحابة الكرام كان فيهم الجود والكرم أعظم ما يكون تساء بالجواد الكريم الذي قال فيه ابن عباس كان رسول الله أجود الناس طلح ابن عبايد الله كان يكرم الضيفان وكان يأتي بالولائم للأضياف ولذلك أعطاه عثمان ابن عفان أضعاف مضعفة في سهمه من أجل أنه كان يستدين من أجل إكرام الناس هكذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه حتى أن النبي حجر عليه من أجل أنه كان يستدين من أجل أن يضيف الضيفان وأن يحسن إلى الضيفان انظر انظر كيف كان الجود منهم والكرم والعطاء فهذا منهم جود وكرم ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أظهر جودا عظيما اتساء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني كان رجلا يحب النساء وهذه فترة يعني ينكر الجاهلون على الأشداء حب النساء وهذا جهل منهم بل جهل مركب يجعلني أتذكر قول الحكيم لو أنصف الناس جعلوها معيبة وكانت ممدحة وسنبين أنها سنة كونية جعلوها معيبة وكانت ممدحة ولذلك قلنا للذي عاب على الرجال الذين يحبون النساء طبعا في الحل لا في الحرام يعيبون عليهم ذلك قلنا جهل مركب قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي وهذا حسنه كثير من المحدثين وإن كان في بعض الضعف حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ولذلك لما أنزل الله هذه الآلة العظيمة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ماذا قالت عائشة كلاما عجيبا كلاما عجيبا قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك فيما تحب في هواك ولذلك إن عباس كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء في هذا الباب لا يلام من كان كذلك فابن عمر كان يحب النساء ووقع سهم له في الغنائم امرأة رومية جارية قام فقبلها وكان يحبها جدا انظر إلى الائتساء بجود النبي لما أنزل الله جلالي فعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكانت هذه المرأة من أحب النساء إليه كان يجوز أن يعطقها أما يطاها بالملك اليمين يجوز أن يعطقها ويتزواجها وله أجرام في ذلك لا صدق الله فأعتقها وتركها وهو يحبها حبا جمى وتركها لغره كان يشتري السكر ويوزعه على الناس لعملا بقول الله جلالي فعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وللحديث بقية في أخلاقيات الصحابة التي مكنت لهم من قلوب العباد ثم عبدوا العباد لرب العباد وقلنا دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب هذه الأخلاقيات والعوام يقولون كلاما من الحكمة بمكان وأنا أختم بهذا الكلام عندما قالوا الدين المعاملة كن رفيقا كن حليما كن كريما حسن الخلق يرتقي بك إلى المعاري قال نبينا إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقة وإن أبغادكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقة أرد الصدر على العجز وأقول أرقى الصفات أسمى السمات وصفاها ووسمها ربنا لخير العباد عندما قال إنك لعلى خلق عظيم وللحديث بقية بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله ما جعل أعملنا كلها صالحة وجعل الواجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد آخر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة